في سياق آخر استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتك تطهير المجاري المائية والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها في تلك المجاري أكد رئيس الوزراء في مستهل استعراضه للتقرير المقدم من وزير التنمية المحلية أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بدرورة المحافظة على الترع والمصارف خاصة التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بها وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم مشيرا كذلك إلى أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي لفتا إلى أهمية استمرار الجهات المعنية في نقل نواتيك تطهير الطرع والمصارف وذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل المواطنين أشار وزير التنمية المحلية خلال التقرير إلى نتائج تنفيذ النموذج التجريبي والذي تم خلاله تحديد مسافة 2.5 كم من طرعة الضهري الشرقي بمركز إيتيال بارود كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتيك تطهير الطرع والمصارف وما يتراكم من مخلفات عقب عملية التطهير منوها إلى أن هذه المسافة والتي تم تحديدها تمر داخل كتلة سكانية تضم حوالي 35 ألف نسمة وتخدم نحو 4200 فدانة مشيرا إلى الجهود التي تم تنفيذها بالتنصيق مع عدد من الجهات المعنية وما تم من تعاون أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة وزير التنمية المحلية أوضح أن الجهود تضمنت توفير مختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال التطهير للمسافة المحددة من ترعة أظاهر الشرقي بمركز إيطاء البرود وذلك على فترات تصل إلى 20 يوما لفتا إلى أن كميات نواتج التطهير وصلت إلى 20 طن مضيفا أن الجهود تضمنت أيضا عقدة وتنظيم عدد من الاجتماعات والندوات التسقفية مع مواطني القرى المطلة على الترعة لتوعياتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات بالمجار المائية خاصة والتي تم الانتهاء من تطويرها وتبطينها ورفع كفاءتها وتأثير ذلك على الصحة العامة هذا إلى جانب العمل على حثهم على المساهمة الفعالة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي والتي تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات مضيفا أنه تم وضع عدد 25 صندوقا لتجميع المخلفات موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية ترجمة نانسي قنقر